السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب والنساء تقول عدادي معنا نرضى حل الواجب سؤال الدايلوك اربع اسئلة للمحادثة تعالك نبدأ بسم الله ونشوف المحادثة ازاي نقدر نحلها وازاي نقدر نقفلها يلا بسم الله هنا بي لازم اقرأ رقم واحد العنوان فهنا بيقول نادر اند تامر ما لهم بقى ارتاكين جابوت لاست هوليدي بتكلموا عن اخر اجازة عملوا في اخر اجازة تعالك نشوف مع بعض نادر بيقول تامر متى امتا روحت سجندرية يبقى هنا الكلام ايه ماضي ماشي فسأله سؤال قال له انا اقمت في شقة عمي يبقى قال له اين اقمت قعدت فين فقال له بعد كده هاو كيف سفرت هناك هيقول له باي حاجة فسأله سؤال قال له ياس اي سوام انزا سي فقال له وات دي ديو ايد ذير كالت ايه هناك حلو اول يب احنا هنا اعرفنا امتا ذهبت لازم ادي تاريخ في الماضي ممكن اقول لاست ويك لاست منس الاسبوع اللي فات الشهر اللي فات انا كتبت الشهر اللي فات ممكن اقولها طب سأل سؤال اجابته انا اقمت في شقة عمي اين اقمت بنبدأ بالايه لا ده هتستفهام اين نفس اللي فوق بالزبط بس انا كان امتا لكن انا اين وبعد كده الفعل المساعد دد جبت منين الدد عشان استيد ده هتماضي جميل والاي تبقى يو وبعد كده استي مصدر عشان الدد زائد الايه المصدر وير دي ديو استي بس كده اين اقمت ممكن اقول ذير كلمة ذير دي يا شباب معناه هناك اين اقمت هناك فقال لي في شقة عمي ازاي روحت ممكن نقول اه باي ترين بالكتار طب باي بس بلوتوبيس باي اي حاجة سأل سؤالها له ياس او مليل اجابة ياس او نوبة ببسط وبفرح جدا عشان الاجابة اللي بعدها كلها بتتكتب وهنا سوام دي ماضي دي با الفعل المساعد دد والاي تبقى يو وكمل سوام ان زاسي هل عمت في البحر ايوان عمت في البحر ودي ديو ايت كلت ايه هناك اه اسكندراء وكيفة ممكن اقول اي ايت انا اكلت فش سمك ان رايز واحنا واحدين ايه اكلات كتيرة اول اكتب اللي انت عايزه جميل قش على الدالوك نومبر سيكس تعالى نقرأ العنوان الطايتل هو اللي بيعرفني القصة عن ايه بيكلمه عن المادة المفضلة يلا نشوف وده دايما بيبقى حوار سهل هنقول له ايه عربيك انجليش استنى سأل سؤال بعد وقال له بيكاز انجليش يبقى اختار الايه الانجليش ممكن نكتب انجليش بس ممكن اقول جميل سأل سؤال يقال له واي واي ليه فقال له عشان كذا كذا ممكن اقول واي بس ممكن اقول واي اللي اتنين صح او واي بس تمام ليه بتحبه او ليه فقال له عشان انجليزي مادة شايقة سألن سؤال الاجابة ايه استادي ات وانس اويك هذكره مرة في الاسبوع كم مرة هو ايه برافو يعني كم مرة مفيش فعلي مساعد هجيبه من عندي دو عشو معنى دو عشان استادي جات مصدر يبقى والاي تبقى يو كم مرة بتذكروا الاجابة مرة في الاسبوع مين بدرستك الانجليش السنة دي مستر اسلام مستر علي ميس مونة اللي انت عايزه دو يو لايك ميوزيك هل تحب الموسيقى يس اي دو خلص في ثانية خش على السابع ايا اسكي سابع اباوت هير فيفوريت سوبجيكت بيتكلمه هنا عن المادة المفضلة جميل واتس يور فيفوريت سوبجيكت هتلاقى مادة نكتب انجليش عربيك لأ استنى سياتها سويات لها بكاز يبقى ليه زي اللي فوق بالزبط بكاز اي لايك ريدنج اباوت زباست بحب ان نقرأ عن الماضي يبقى المادة دي مادة ايه ممكن اقوله هستوري التاريخ وممكن اقوله السوشيال استادز بس انا التاريخ افضل طالما بيكرا عن ايام زمان فقال له ممكن اقوله مستر احمد جميل كم مرة بتزاكرها ممكن اقوله مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع سألني سؤال يبقى والماي تبقى يور ما رياضتك المفضلة جميل اخر دايلو معنا ايمن وعلي بيتكلموا عن واحد سيوة فانا سأل سؤال did you go to سيوة? سألوا سؤال قال له روحت هناك لما كان عندي تمان سنين يبقى وين امتى? والكلام ماضي did. والاي تبقى يو مصدر اهو. لها مسا خليطة مصدر عشان اديت زائد المصدر. وين did you go there? امتى روحت هناك? روحت ان عندي تمان سنين. هو did you go with? اه هو يعني من? روحت مع مين? اقول له with my? تمان سنين. فاكيد هتروح مع my family. روحت مع عائلتي. what did you do? عملت هناك. ممكن اقول. وينت? نحن زهبنا. to the desert. روحت الصحرا. واحة بقى وكده. فسأل سؤال قال له اننيمت في الخيمة في الصحرا. يبقى اين نمت? where? والكلام ماضي يبقى did. والفعل i يبقى يو. والمصدر بتاع sleep sleep. ايش معنى? شان did ya مصر زائد المصدر. شفت كذلك انا sleep ازاي? ابنها سبيل. sleep where did you sleep there? اين نمت هناك? قال لي في خيمة جوة الصحرا. وكده بنكون خلصنا الواجب الاربع اسئلة. شكرا لقول اعدادي ودايما تبقوا اشطر ناس في الدنيا. شكرا لكم يا شباب. ونشوفكم دائما ان شاء الله على الخير وعلى نور. يلا السلام عليكم.